تحت رعاية معالي مدير جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبد المحسل القناوي نظمت عمادة شؤون الطلاب مؤتمر التخصصات الصحية في نسخته الخامسة لهذا العام 2020 بقيادة نخبة من الطلاب والطالبات في مقر الجامعة بالرياض هذا المؤتمر خص طلاب وشارك فيه كثير من الكليات والعمادات المسؤولة عن هذه التخصصات الصحية اللي فعلا متخصصة في القطاع الصحي وليس فقط على مستوى الرياض وإنما كذلك فيه جدة والحسان مؤتمر التخصصات الصحية هو أول مؤتمر طلابي اعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ويعد ضمن البرامج الكبرى السنوية لدى جامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية التي يقيمها نادي الطلاب طبعا الهدف كان من إنشاء هذه النسخة هي تأهيل كوادر قيادية شابة تسير بالمجال الصحي إلى الأعلى يتم هنا عرض محاضرات وبرش عمل تهم الممارسين الصحيين كما يعرضوا فيه نخبة من الأبحاث ذات العلاقة والطلاب هم أساس هذه الفعالية العلمية بهم بدأت وإليهم انتهت جئت هنا الأول مرة في المؤتمر لأنني حسيت أن تدعوى جديدة واستفت من جميع النواحي من قابل طلاب من تخصصات متعددة ومستويات مختلفة طبعا المؤتمر الصراحة الذي يجذبني المشاركة في نسخ سابق أو النسخة هذه أن حب الاطلاع على الأشياء الجديدة التي تطرأ على المجال الصحي يتبنى مؤتمر التخصصات الصحية الإبتكار والتميز في طرق التبادل المعرفي رؤية في مجال التعليم الصحي والبحث العلمي على الصعيد الوطني والدولي يجدر بالذكر أنه تم في نسخة هذا العام إطلاق الهوية الجديدة بشعار مختلف عنوانه الماضي أساسنا والحاضر ينير مستقبلنا لقناة الإخبارية عبد الرحمن الحمدان الرياض